ماروك أخبار يومية السلام عليكم ورحمة الله ولكنه يبقى خيارا ممكنا إذا خرج الوضع عن السيطرة وعبر العثماني عن أمله في أن تتم محاصرة الوباء وقال نأمل أن نحاصر التطور المقلق للوباء خصوصا في بعض الجهات التي تحتل المراتب الأولى في عدد الإصابات والضحايا وفي ظل استعداد الحكومة لمناقشة تمديد حالة الطوارئ قال العثماني إن حكومته مددت الطوارئ الصحية ست مرات متتالية لمواجهة الحالة المقلقة لتزايد الحالات المسجلة يوميا والحالات الحارجة والوفايات وتحدث العثماني عن دول قال إنها أعادت الحجر الصحي الشامل أو النسبي في ظل غياب تلقيح كورونا معتبرا أنه على المستوى الوطني فإن الإجراءات التي اتخذتها البلاد منذ البداية مكنت البلاد حسب قوله من تفادي عدد كبير من الإصابات والوفايات ومحاصرة الوباء ولو نسبيا نشكركم على حسن المتابعة قناة ماروك أخبار يومية ترجمة نانسي قنقر